اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالية الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية 33 والاجتماعات الوزارية تحضيرية لوزراء الخارجية في الدول العربية وتم خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل الدفع بأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خدمة للمصالح والأهداف المشتركة بالإضافة إلى مناقشة تطورات الحرب على قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقفها وتم تأكيده خلال الاجتماع على ضرورة وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح والتحذير من خطورة استمرار احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع والتشديد على أهمية تنفيذ حل الدولتين وبما ينهي الاحتلال ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة اشتركوا في القناة